اهلا بكم عظيمكم وحلقة جديدة وصباح جديد في مع نور برنامجنا طبعا زي ما عودناكم هنقول حاجات كتير وهنتكلم في موضوع مهمة جدا هنتكلم عن طبعا الكفاح والجد والابتهاد طبعا ان احنا جايين برنامجنا نهارده وحلقتنا نهارده عشان نكافح البطالة يعني نكافح البطالة طبعا احنا مش هنرمي كل حاجة عالدولة لا لازم نسعى لإثبات الزيت لازم نسعى لنحقق هدفنا ونكافح البطالة فموضوعنا النهاردة وحالاتنا النهاردة هنتكلم عن البطالة وتحيق الزيت وإثبات الزيت ناس كتير أو تعبت وشقيت وكفحت عشان تلاقي هدف عشان تلاقي تحيق طموح عشان تلاقي حاجة أنه مثلا يعمل ليه اسم ويعمل ليه كيان في الدولة علشان كده طبعا إحنا هنتكلم عن حاجات كتير قوي تخص النجاح وتخص البطالة وطبعا قبل كل ده هنتكلم هيكون معنا ضيفنا لمنورنا النهاردة طبعا بس قبل ضيفنا هنبدأ قولها فاكرتنا في الأخبار الرئيس السيسي هنعمل كل شيء جميل لبلدنا لما الدنيا هتحتار في اللي احنا هنعمله وزير التعليم دكتور طارق شوقي يعنى إجراءات اختبار دولي لطلاب الصف الرابع الابتدائي الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء الفائزين في جولة العادة بمجلس الشيوخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعيد الأمريكيين بيلكح كورونا خلال شهر ويهاجم الإجراءات الروتينية حسين الشحات يظهر فيه مراني الأهلي ومراني استكشافي الأساسيين رسميا الفرنسي كارترون مديرا فنيل فريق التعاون السعودي لمدة عامين وهنرجع لكم بعد الفاصل خليكم معانا ورجع لكم بعد الفاصل أعزائي المشاهدين ولسه مكملين كلامنا عن إثبات الزات والكفاح والجد والجد والاتهاد معينا ومعاكم الحقيقة أستاذ محمد تبارك صاحب شركة تبارك للتجارة الأدوية الكهربائية هيكلمنا أكتر إزاي بدأ حياته من الصفر وإزاي كافح وإزاي اكتاد هو مواطن مصري عادي جدا حب ينجح حب يكتهد وحب يشتغل على عفسه لحد ما باع صاحب شركة تبارك هنعرف كل دو أكتر مع الأستاذ محمد منورة الأستاذ محمد منورنا النهاردة في برنامجنا منور بنورك يا باشا ودايما كده إن شاء الله من نجاح لنجاح وبحب أوجه التحية لحضرتك وبوجه التحية لأسرة القناة الصحة والجمال ودايما كده إن شاء الله في مزيد من الزهار لحسن الاستقبال وحسن الضيافة وأنا سعيد بحليك وبالقائك إن شاء الله إحنا أكتر يا فندم الله يخليك يا باشا يعني محمد تبارك شاب زي مصري من الجيزة من منطقة متعقبة الحمد لله بعدما خلصت تعليمي ابتدت لأنا يعني أشوف وظيفة حكومية ولكن لم تتيح لها يعني بنصيبها في الضغط الجامد وبعد كده ابتدت لأنا اشتغلت زي أي زي مصري في تعليمي زي أي شاب مصري وأنا في التعليم اشتغلت في كل المهن واشتغلت في كل المهن المعمرية كلها عمتا واشتغلت في كل حاجة استفدت خبرات أنا بحب أوجه لكل الناس المشاهدين في خلال رحلة العشر سنين ياريت اللي اسمعني يهتم بالموضوع لإني الموضوع دوت رحلة فعلا أنا عشتها عشتها وكفحت فيها وعاوز أوسط الرسائل يعني فكايت أول حالة أول حاجة بالنسبة لي عشان أصاحب مشروع محتاج الفكر فنقول الأول أن النجاح فكرة يعني دايما النجاح فكرة عشان خاطر عاوز تحط نفسك على طريق النجاح وعاوز توصل لازم أن يكون عندك فكرة لأن الفكرة هتساوي معك نجاح غير فكرة لا استحالة فقلنا الفكرة الفكرة أين كانت أين كانت إيه حسب ميولك حسب اتجاهك ابدع عن أصحاب الطاقة السلبية يعني معنا مثلا أنا ممكن فكرت في مشروع قريدي بعرضه على أي حد كان صديقي صحبي أخويا ممكن بكلامه طاقة سلبية من جواه يخليني يموت حلم جواه حقيقا بطاقة سلبية ممكن مثلا سي أنا عاوز أعمل مشروع مثلا إحنا بنللنا داخلنا مثلا على موسي مشيطة مثلا عاوز أعمل عربية مشروبات مثلا دفيا فلا دفلان عملها ما نكحتش دفلان عملها وفشل دفلان عملها ومعرفش صريح قريدي ولد له طاقة سلبية من غير ما يجرب من غير ما يحط نفسه على الطريق من غير أي حاجة خالص فبالتالي صاحبنا اللي كان عنده الحلم مات خلاص قريدي نصاب بالإحباط نصاب بالإحباط معقول طبعا معقول هو ما جربش فلا هو حد يموت حلمك جواك دايما لو عايز تاخد فكرة تخد فكرة من صاحب الكلام الإيجابي إن حتى لو يحفزك على إنك تعمل حاجة كويسة وحاجة قوية فيه يحفزك حتى لو هو ما جربش أو هو سامع لا مش كل شيء خده بالسمع يعني مشكلتنا مش كل شيء بالسمع خد المقولة من صاحب الإيجابية اللي هو حتى لو ما جربش أو ما يسمعش أو يشاف يقولك لا توقّل على الله ابتدي 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 على برنامج معنور أول حاجة قلتها إن النجاح فكرة تمام تاني حاجة إني ابعد عن الطاقة السلبية أصحاب الطاقة السلبية في الكلام طيب أنا لوقتي خلاص قريدي ابعدت عن الطاقة السلبية وجات للفكرة سي ما سنعاوز أعمل أي مشروع مرمش حمولي سوري يعني على الدولة الدولة دايما هنقول فيها المكفاهة والدولة بتعمل مجودات عظيمة جدا وحاليا دلوقتي في جهاز تنمية بصراحة عامل شغل ممتاز جدا وبهاجه الشوق للسيادة الرئيس السيسي على التنمية وتحجيم الاستراض وعمل بجد شغل ممتاز وده إحنا نعرفه برضه بعد كده إيه الشغل الممتاز اللي أنا قدر أستفيد بيه من الدولة سليم زي ما أنا استفدت بيه دي تاني ثالتا عملت مشروع طب أنا ما عامل مشروع هل المشروع دوت محتاج مني إيه محتاج وقت محتاج تعب محتاج مجهود ومحتاج تتعب قوي وتتعب بالزيادة وتتعب جامد جدا عشان قطر توصل أصلي مش حاجة ما بيش حاجة بتيجو وانت نامع استرير ما بيش حاجة وانت هتقوم لعصر وما بيش حاجة وانت وانت قاعد كده لا هتتعب وهتتعب قوي وهتشقى وانت على الطريقة هتقابل هتقوم هتقع وهتقع هتقع وهتقوم طيب هقع وقوم أكمل ولا أحبط ويجي لي حالة يأس ويحصل معي إيه لا أكمل وانا على الطريق وقعت وجات لي صدمة أحاول أقف على رجلية تاني وكمل وارجع أقوى من الأول أرجع بطاقة إيجابية ودايما وانت على الطريق تخليك على التفاقل أقوى تبعد عنها أقوى تبعد دايما عن طريق التفاقل دايما تخليك متفاقل لأن التفاقل بالخير تجرك صح حتى لو وقعت وانت في عز أزماتك دايما ربنا يجعل لك طاقة نور اللي انت تشوف بها الدنيا تاني طب سيد محمد تحب تنصح الشباب اللي بيقولك قعد ويقولك ما فيش شغل مش لا يشغل تحب تنصحهم كل الشباب كلنا زي بعضينا احنا يعني همكلم ما فيش شغل اوعى تعول نفسك على وظائف حكومية ووظائف الحكومية فيها المكفيها مستحالة يعني اللي أنا جربت الكلام ده وقل له دور على فكرة ابخص عندناها دايما الفكرة موجودة قدامك الفكرة موجودة أبسط مما يمكن ومش شرط تبتد كبير ابدأ صغير ويتبر مع الأيان زي طبعا ما حضرتك عملت حضرتك بدأت الحمد لله والشكر لله طبعا بدأت من الصفر بالضبط بدأت بداية من ما فيش خالص وفي دلتحاد ما بريدت في رحلة أكتر من 11 سنة لغاية ما عملت مشروع تبارك اللي موضح على الشاشة بتحديك تبارك بيت الزكي الحمد لله والشكر لك يا رب بدأت من ما فيش خدت الفكرة ابتدت على الطاقة الإيجابية سمعت كتير طاقة سلبية أحبطتني وخليتني خسرت في الأول ووقعت بس قمت وكملت وقعت كتير وقمت وكملت وغاية النهار ده برضه على طريق على طريق النجاح خدت بال حضرتك فلا ابدأ ما تعتمدش على ما تقولش ان الدولة ما فيش شغل أو أنا مش دق شغل صدقني شغل كتير صدقني ده اللي بنسمعه يعني بس دايما اكتهد عليه وتعب عليه وابحث عليه طيب انت ميولك ميولك عاوزت أصاحب مشروع آه عاوزت أصاحب مشروع على أن اتجاه على اتجاه ان انت تتعب وتكافح وتكتهد وتشق عليه لنهار عشان تنجح وتوصل للنجاح ولا على أساس ان انت يتقلق ده معالي الباشا ومعالي البي وتقعد بقى المعلم والشيشة والشايدة لا عمر النجاح ما كان زي ما انت بتشوف في الخيالات النجاح ما بيجيش اللي بتعب ومجهود وصبر وإيمان وتقوى من ربنا صحنا وتعالى اللي انت عشان تققى راجل نجح فعلا لازمان أول حاجة تعملها انت تتقرب من ربنا في تعاملك مع الناس يعني انت بدأت بمشروع احترم أول حاجة عقل المستهلك بتاعك أو عقل العميل بتاعك ما استخفش به مش بمعنى مشروع مثلا ان هما زي يقول لك أي خلاص أي حاجة أو في أي فهلاء أو خلاص لا تنطقاش كده عشان توصل راجل صح وتكبر وإليك اسم في السوق المصري وتخط رجلك على أول طريق النجاح حتى اسمك حتى سيرتك لازم أن تتقرب ربنا صحنا وتعالى في التعامل بتاعك إزاي أصادك في كلامي إزاي أمين تبيعي عشان أحفز الناس اللي هي تجيلك عشان تحفز العميل بتاعك اللي انت تجيلك دي بداية اللي انت عاوز لو عايز تبدأ لو انت بتدور على شغل وتقول ما فيش شغل وعايز أبدأ لا ابدأ ابدأ بفكرة ابدأ بفكرة صغيرة خالص يعني ارجع لحضرتك واقولك في حد يشجعك انك تبدأ خطوتك وتكون عند حضرتك شركة تبارك في حد يشجعك على ده ومين اللي شجعك والله طبعا أكيد في أصحاب الناس اللي هي بتحب الخير للناس كتير جدا ودولة متواجدين في الشعب المصري طبعا اللي شجعني للتجارة أنا كنت شغال مع بشماند سحمد يوسف وممكن يكون بسمعني حضرتك حضرتك دلوقتي وهو راجل صاحب طريق كفاح عظيم اكتهد برضو وكافح لغات الموصل وداني خبرته وقال لي ما بيش حاجة بتيجي بسه لازم أن تتعب لازم أن تحافظ لازم اللي انت اداني طاقة إيجابية جوايا وليدي لطاقة نور جوايا إن أنا أبدأ أتعامل إن أنا أبدأ أخذ طريقي فعلا على طريق النجاح وعلى طريق أشتغل أشتغل للنهار ممكن أشتغل باليومين أو أشتغل بالتلاتة أتعب للنهار عشان أوصل إزاي أحط خط يعني مستقيم إن العلاقة في التجارة لازم أن تكون مبنية على علاقة ما بينك وما بين ربنا صحونا تعالى الأول إن أنت تققى تاجر صديق وأمين عشان خطر تنجح مش تققى تاجر بأي كلام وأي حاجة وأي حاجة فمش ينفعش فبصراحة أنا بشكره بوجه التحية لي من خلال حضرتك لأنه فعلا حطني على أول الطريق النجاح وحطني على أول طريق إنه أشجعني وابتليت إن أنا اشتريت تقريباً أو أشتريت اشتريت أول محل لنا صغير في جسر السويس وبدأت فيه وبدأت فيه تاجر صغير خالص يعني بدأت فيه بحاجات بسيطة خالص برأس مال بسيط بداً وابتليت مع الأيام ومع المجهولة أشتغل إلى ما أنا شاء الله لإني لكل مجتهد نصيب معنا صور معنا صور شباب معنا صور لشركة تبارك معنا والأستاذ محمد كده وهو بيتكلم متفضل كمك الله يخليك يا فندم يعني الحمد لله والشكر لك يا رب وأنا في المحل الصغير بدأت زي أي شاب مصري محتاج إن هو في فكرة إن هو يتعامل جات للفكرة من خلال حد صاحب طاقة إيجابية زي ما أنا قلت إبد عن الطاقة الصلبية وقوع حد يموت حلمك جواه عملنا المشروع إن يعرف بس الصور مع ساعدتك عملنا الحمد لله والشكر لك يا رب المشروع بتاعنا الصغير وقدرنا مع الصبر مع الاجتهاد الحمد لله والشكر لك يا رب قدرنا إن إحنا نبدأ بعمل تبارك بيتك بيتك واربا الزكي هو خليط ما بين الأجهزة الكهربائية لأدواء الكهربائية لخدمات دشي لخدمات كمبيوتر لخدمات موبايل ما يصور إيه وستاذ محمد موجودة معينا على الشاشة والشكر لك يا رب عملنا الحمد لله لينا فرعين بفضل الله عز وجل عملنا خليط ما بين صباط ما بين أجهزة كهربائية جميع أنواع الأجهزة موجودة الحمد لله والشكر لك يا رب ما بين خدمات دش خدمات موبايل عندنا شاشات بفضل الله عز وجل عندنا جميع الاكسسورات عندنا جميع أنواع الاكسسورات بفضل الله اذا جميعا مش ناسين حاجة الحمد لله والشك لله احنا بيت الكهرباء الذكي اللي هو مشروع قيم على فكرة حضرية اللي هي فكرة بيت الكهرباء اللي هو في كل حاجة في خدمات دش في خدمات موبايل في خدمات كومبوتر في جميع الوصلات في جميع الأجهزة الكهربائية في كل حاجة الحمد لله ورفضي الله عز وجل عبما لك الحمد والشك للiento بتاخد من كدوتك في كل دا يا سيد محمد الحمد لله والشك لك ربي يعني بعد نجحنا الحمد لله وعملنا فرع وعملنا الفرع الثاني وإن شاء الله على طريق النجاح مكملين معاكم دايما يا رب خدنا قدوتنا الحج محمود أنا كان قدوت الحج محمود العربي وهو صاحب أحد الشركات المعروفة اللي هو رجل بدأ من السفر وبدأ بالتربية الدينية انطبعت على المنتجات بتاعته النهاردة بقى صاحب الشركة الأولى في العالم العربي وكل الناس عارفة قصته وعارفة كان إيه الحج محمود العربي ونهاردة بدأ إيه بقى إيه إن شاء الله وإنا نفسي أزيه إن شاء الله بأمر الله يعني بمشي على نفس الاتجاه بتاعه إن شاء الله بأمر الله طب يا سيد محمد هل اكتفيت بالشركة دي ولا فيه طموحات تانية قدام في تحيي نجاحك وتحيي هدفك ما شاء الله احنا شايفين باعة طويل من الجوزة وباعة طول من النجاح وحرك زي ما قولت في البلاد حلقتي ان احنا بدأنا حرك بدأت من السفر طبعا بدأت من ما فيش خالص بدأت ان انا بوزع عدوات على محلات على رجلية واحدة واحدة مع الصبر والاجتهاد والمصابرة والإمام بالله إن انت لازم أن تقوم سر على حلمك ومسر لأنت تكبر والغاية بقرة والغاية بعد واتعب واتعب صدقني اتعب ودور على فرصتك ادعب ودور على حلمك دور على حلمك عشان تنجح وما تمسك حلمك حفظ عليه وقوع تكتري عليه حفظ عليه بمجهودك وبتعبك وبقردتك وبقردت ربنا إن شاء الله هتيوصل مع سؤال ساعتك لا قلت حضيتك يعني هل اكتفيت بين حضرتك تنجح طبعا إحنا الحمد لله والشكر لله صاحب الحلم وصاحب المجهودات إحنا عمرنا مكتفينا لسه الحمد لله دايماً بندور على النجاح ونفس إن شاء الله بأمر الله إن إحنا نعمل منتج في مصر بدلا ما بنستورد معظم منتجاتنا من الصين فنفس الحمد لله إحنا نعملها في مصر بفقر صنع في مصر وبدعم من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ليه مني كل التحية والتقدير على مجهوداته بقرار تحجيم الاستراب وفتح باب التصديد لمنتج المصري ومنتج المحلي وبناء أكتر من ألف مصنع للشباب عشان نبدأ كلنا إيدينا في إيد بعض بجد والله لازم أن كلنا نقاديم بعض وراء القيادة بتاعتنا الحكيمة عشان خطر نوصل عشان خطر نعمل حاجة أوعى تاخد سلبيات الدولة بالكلام اللي بتقال والكلام اللي لا أولله أبدا إحنا يعني وأمانهم من خوفه وأطعمهم من جوع إحنا الحمد لله عشين في أمان وأحسن من دول كتير ومع ابناء الألف مصنع إن شاء الله بأمر الله يقالي نصيب بإذن الله ونعمل منتج صنع في مصر ونصدره لعالم كله إن شاء الله ويقال منتج برضه باسم تبارك بأمر الله إن شاء الله لسه كنت عايزة نوه وأقول وحضرتك ليك فروع تانية ولا مقتصر عن القرارة فقط الحمد لله إحنا حاليا دلوقتي فرعين نقالينا فرع في جسد السويس شارع جمال عبد الناصر أمام فودفون ولينا فرع تاني في جيزة في أرض اللوى أمام بجوار عبد الرحيم عم وإن شاء الله على الطريق مكملين بإذن الله وقالينا فروع تانية إن شاء الله نعايزين بأف كل محافظات عايزين بأف كل حاجة بكل ما يدخل محافظة نقول لأستاذ محمد صاحب شركة تبارك بدعم من ساعتك وبدعم من سيادة الرئيس إن شاء الله عانينا لكل فرد ناجح عانينا وإحنا عادين في برنامج دلوقتي عشان كل فرد مقتهد كل فرد ناجح طبعا أنا بقول إن نجاح فكرة بقول إن أنت لازمة تسر على حلمك بقول إن أنت ما تضيعش وقتك في أي حاجة صدقني ما تقولش يلا بنا أضيع وقت في أي مكان أو في أي حتة لا وقتك أغلى حاجة عندك ابدأ بفكرة صغيرة خالص والفكرة دي مع الإصرار ومع التعب هتنجح ولو وقعت كمل ولو وقعت كمل ما فيش حد بدأ صدقني ما فيش حد بدأ إلا ما وقع وكمل وكامل وقع وكمل الفشل أول طريق النجاح صح بداية النجاح وعطقتك السلبية في وسط الشحن اللي إحنا بقنا عاشيين فيه تقع منك صدقني أنا تتحول في عايزة شوفك كده في ناس عايزة تشوفك كده آه صح في ناس نموذج من ناس عايزة تشوفك كده ربنا عشان يحفظها. طب يا سيد محمد يعني الحاجة اللي بتهم الناس. طبضل. اكتر حاجة بتهم الناس يا السؤال ده. طبضل. في خصومات في على منتجات حضرتك? طبعا احنا عندنا خصومات بفضل الله ومش كلام واللي جاننا المعرض يعرف الكلام ده يعني احنا عندنا خصومات اه لأكتر من خمستاشر واكتر من خمسة وعشرين في المية عندنا بنبيع مجميع منتجات. طب لو عروسة جديدة وعايزك جهز لها حاجة معاليها نظام معين. طبعا طبعا يا فندي احنا علينا للعراز طبعا احنا استمنى ان احنا نساعد يعني او او نقدم اي حاجة يعني على اقل احنا بنقدم هدايا لكل اي عروسة بالجنة احنا الحمد لله بنعم بقى مقدمين شاشة اتنين وتلاتين لكل عروس راديوية مجانة مننا كمشاعدة للشباب. ده جيميل او ده ده جيميل يا جماعة. كل حد عايز يدخل دعالي الاستاذ محمد. احنا الحمد لله يعني لكل اي عميل والله يا سيدة نوري. الحمد لله. ماشي معايش وقتين انتهى. بنشكرك يا سيد محمد. بنشكر حراك شكر جزيلا. والله ما عايز اختم بس وقتين انتهى. لأ احنا لنا لقى تاني. طبعا. طبعا. طالت ورابع معاك وهشبح ازاي الشباب توصل. طبعا. طبعا يا سيد محمد. بنشكرك. سيد محمد تبارك. صاحب شركة تبارك الجزالة الكهربائية. بنشكرك عزيلا مشاهدين اعزا مشاهدين بنتمنى انكم تكونوا استفدتم من حلقتنا. وبنتمنى انكم تكونوا استفدتم من الكفاح والجد والاجتهاد في العمل. وان احنا دايما بنصلط الدق على شعاع الامل وشعاع النور. بنجيب دايما بنحاول ان احنا نجيب لكم دايما حاجات فيها نجاح وكوادر نجحة في المجتمع وانصلط الدق عليها. تزرونا في حلقات تانية ومع نور. شكرا لكم.